وقفة صمت الأحزاب الكردستانية مع جماهير كاركوك إجلالاً لشهداء حلابشا الذين راحوا ضحية الإبادة الجماعية عام 1988 على يد الدكتاتورية البعثية جريمة لا تزال باقية في قلوب الكاركوكيين الذين لا ينسون الجرائم العديدة ضد الشعب الكردي والأحزاب الكردستانية في كاركوك متفيقون فيما بينهم على حياء المناسبات السعيدة والحزينة في هذا الشهر معاً من الضروري في كاركوك توحيد الصف الكردي وأن واحد أصواتنا ومطالبنا لأن الوضع في كاركوك مختلف لأنه لا يزال شعبنا يتعرض للظلم والغبن لا يختلف عما حصل في حلابشا من إبادة جماعية يوم ذكرى حلابشا يوم حزين على شعبنا القصف الكيميائي لم يقتصر على حلابشا فقط وإنما مناطق أخرى أيضاً ولا ننسى أننا لا نزال نمر بأوقات صعبة لذا من الضروري أن نتحد فيما بيننا لكي نرضع الظلم عن شعبنا المشاركون طالبوا في هذا اليوم بضرورة توحيد الصف الكردي لأنه من الأمور الواجبة في كاركوك لردع كل المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي والعمل من أجل أهالي كاركوك وسائل تحقيق التعايش السلمي والتآخي بين الجميع اليوم في كاركوك هو إحياء للظلم الذي حل بالشعب الكردي اليوم الكاركوكيون كلهم بصوت واحد متشحين بالسواد يستذكرون الفاجعة ورسالتهم هي التآخي والتعايش السلمي في كاركوك والعمل من أجل ذلك فاجعة حلبتة لا تزال آثارها باقية في جسدنا ولن ننسى ونحن هنا نقف إجلالا للشهداء الذين راحوا ضحية الغدر فاجعة حلبتة رغم آلامها الباقية لكنها رسالة لكل من يسعى إلى سلب حقوق الكردي أو محوي كيانهم بأنهم صمدوا أمام عهد السلطات القمعية والديكتاتورية وسيستمرون في صمودهم لأنهم شعب لا يعرف الإنحناء للظالمين جيار سعيد زاقروس تيفي كاركوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر